اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اثئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية عدوى الجياردية مقدمة داو الجيارديات هو مرض يتسبب بالاسهال كما قد يتسبب بمغص بطني وغثيان يحدث المرض بسبب طفيلي ويمكن ان يصاب الشخص بالمرض اذا ابتلع الطفيلي ويعيش الطفيلي في التربة والطعام والماء قد تكون اعراض عدوى الجياردية خفيفة او شديدة وافضل طريقة للوقاية منها هي بمزاولة عادات النظافة الجيدة ويمكن لغسل يدين المتكرر ان يقي من انتشار الطفيلي يشرح هذا البرنامج التثقيفي عدوى الجياردية وهو يتحدث عن اعراضها واسبابها كما يغطي التشخيص والعلاج عدوى الجياردية يحدث المرض بسبب طفيلي ويسمى بالجياردية اختصارا للجياردية المعوية توجد الجياردية في البراز والطعام والمياه ويمكن ان توجد في اماكن تلوثت بالبراز يمكن ان يوجد الطفيلي في كافة انحاء العالم اذا ابتلع شخص الطفيلي فيمكن ان يصاب بالعدوى يعيش الطفيلي في الامعاء ويخرج مع البراز يستطيع طفيلي الجياردية ان يعيش خارج الجسم لأسابيع او اشهر وهذا يجعل انتشاره سهلا ويمكن ان تصاب الحيوانات بالعدوى من مثل القندس القطط الماشية الغزلان الكلاب يطلق على هذا المرض احيانا اسم حمى القندس ويظن بعض الناس ان المرض هو مغصن او مرض ناجم عن النوم بالعراء او التخيم لكن يمكن لأي شخص ان يصاب بهذه العدوى يكون احتمال اصابة الشخص بالعدوى اكبر ان كان لا يزاول عادات نظافة صحيحة يشرب ماء غير اامن او يستخدم سلجا مصنوعا من ماء غير اامن تعامل بشكل مباشر مع شخص اصاب بالعدوى شرب الماء عند السباحة او اللعب بالماء الاشخاص الاخرين المعرضون لخطورة العدوى هم الذين ينامون في العراء والمتنزهون والذين يمارسون التخيم الذين يتعرضون للبراز خلال ممارسة الجنس الذين يسافرون للخارج الاطفال الصغار في دور الحضانة الاعراض الاسهال هو العرض الرئيسي لعدوى الجياردية وتتضمن الاعراض الاخرى ما يلي براز دهني يطفو في المرحاض اخراج الغازات مخص معدي او بطني انزعاج معوي او غثيان قد تؤدي اعراض عدوى الجياردية الى نقص الوزن كما قد تسبب بتشفاف والتشفاف هو نقص سوائل الجسم لا يكون لدى بعض المرضى اعراض على الاطلاق بينما يكون لدى الاخرين اعراضا تستمر لمدة اثنين الى ستة اسابيع برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com اكثر من خمسة الاف من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية الاسباب تحدث العدوى عندما يبتلع الشخص الطفيلي الجياردية هناك عدة طرق يمكن ان يحدث بها ذلك يمكن ان يحمل الاشخاص الطفيلي على ايديهم اذا لامسوا سطحا ملوثا ويمكن ان تتلوث ببراد شخص او حيوان مصاب بالعدوى الاسطح التي يكثر تلوثها بالعدوى هي مقابض المرحاض موائد التغيير دلو او سطل الحفائض الالعاب او الدماء يمكن ان يبتلع الشخص الطفيلي اذا شرب ماء غير امن ويمكن ان يبتلعه ايضا في حال استخدام ثلج مصنوع من ماء غير امن وقد يؤدي افتلاع ماء عند اللعب او الصباحة بالاصابة بالعدوى قد يوجد طفيلي الجيادية في المياه غير المعالجة القادمة من البحيرات البرك الانهار الينابيع الجذاول يمكن ان يوجد الطفيلي في الطعام حيث يمكن ان يصاب الشخص بالعدوى ان اكل طعاما ملوثا غير مطبوخ كما قد يعد التماس المباشر مع شخص مصاب بالعدوى للاصابة بالعدوى ويمكن ان ينتشر الطفيلي عبر براز انسان او حيوان مصاب بالعدوى تحصل عدوى جياردية في جميع انحاء العالم لكنها اكثر شيوعا في مناطق معينة بما في ذلك افريقيا جنوبي الصحراء الكبرى جنوبي وجنوب شرقي اسيا امريكا الوسطى الاجزاء الغربية من امريكا الجنوبية اوروبا الشرقية التشخيص سوف يسأل مقدم الرعاية الصحية عن الاعراض كما سوف يسأل عن التاريخ الصحي وسيجري مقدم الرعاية الصحية فحصا جسديا وسيساعد هذا على استبعاد الاسباب الممكنة الاخرى للأعراض يمكن فحص البراز اذا اعتقد مقدم الرعاية الصحية ان الشخص قد يكون مصابا بعدوى جياردية وقد يطلب مقدم الرعاية الصحية تقديم عدة عينات من البراز تجمع تلك العينات على امتداد بضعة ايام العلاج يعتمد العلاج على مدى شدة الاعراض قد تكون الاعراض خفيفة او شديدة لا يحتاج معظم الاشخاص والاطفال غير المصابين باعراض لعلاج وسوف تزول العدوى من تلقاء نفسها قد لا يكون لدى الشخص المصاب بعدوى اي اعراض لكن يمكن ان يأخذ علاجا مع ذلك ويكون ذلك للوقاية من التشار الطفيلي ويمكن اعطاء العلاج في حال كانت احدى افراد العائلة حاملا مرض افراد اخرون في العائلة كما ان الكثير من المصابين باعراض خفيفة لا يحتاجون لعلاج ويمكن علاجهم ان كانت احتمالية نشرهم الطفيلي للاخرين كبيرة يمكن في حال ضرورة العلاج استخدام ادوية موصوفة للتخلص من العدوى الكثير من الادوية التي تستخدم لعلاج جياردية غير امنة بالنسبة للحوامل قد لا تعالج الحامل المصاب باعراض خفيفة وسوف يقرر مقدم الرعاية الصحية افضل علاج ان كان لدى الحامل اعراض شديدة الوقاية يمكن تقليل خطورة عدوى الجياردية يغطي هذا القسم خطوات بسيطة يمكن اتخاذها لتلك الغاية وهي قد تساعدك على الوقاية من هذا النوع من العدوى غسل اليدين هو افضل طريقة للدفاع ضد الاحياء الممرضة يجب غسل اليدين لمدة 20 ثانية على الاقل ويجب مساعدة الاطفال الصغار وباقي الاشخاص المعتنى بهم على غسل ايديهم كما يجب غسل اليدين قبل وبعد تحضير الطعام قبل تناول الطعام قبل وبعد رعاية شخص مريض قبل وبعد الاهتمام بجرح مفتوح كما يجب غسل اليدين بعد تنظيف الانفي او السعالي او العطاس تغيير الحفائض او تنظيف طفل استخدم المرحاض مسك طعام الحيوانات الاريفة او التعامل معه لمس حيوان ما او فضلاته لمس النفايات استخدام المرحاض ومن المهم ايضا الوقاية من انتشار الطفيلي في دور الحضانة يجب عدم احضار الطفل لدار الحضانة اذا كان مصابا بالاسهال كما يجب عدم اعادته لدار الحضانة حتى يتوقف الاسهال ويمكن الوقاية من انتشار الجياردية في مناطق مياه الاستجمام ويجب التأكد من الاختسال قبل السباحة عدم السباحة في حال الاصابة باسهال اخذ الاطفال الى المرحاض بفواصل متكررة غسل الاطفال بعد ان يستخدموا المرحاض او بعد تغيير حفائضهم تغيير الحفائض في المرحاض وليس قرب الماء يمكن ان يوجد الطفيلي في الماء ويجب للوقاية من العدوى عدم شرب ماء غير امن ابتلاع ماء احواض السباحة او البحيرات او الانهار او مصادر المياه الاخرى اتخدام ثلج مصنوع من ماء غير امن يمكن في حال عدم التأكد من ان ماء الشرب امن شرب مياه معلبة تعقيم ماء الحنفية بتسخينه حتى الغليان لدقيقة يجب عدم تناول طعام قد يكون ملوثا يجب غسل الخضار والفاكهة بماء امن وتقشيرها قبل اكلها ويجب عدم اكل الاطعمة النيئة او غير المطبوخة في حال وجود الشخص في منطقة تكون معالجة المياه والغذاء فيها سيئة ومن المهم ايضا الاختسال بعد الاقتراب من حيوانات اليفة او اناس مرضى تعقيم الاماكن التي قد تكون ملوثة تقليل الاحتكاك مع برازي الحيوانات تجنب التعرض للبرازي خلال ممارسة الجنس غسل يدين بعد القيام باعمال البستنة حتى في حال ارتداء قفازات اذا اعجبك هذا الفيديو الرجاء الاعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة داء الجيارديات داء الجيارديات هو مرض يتسبب بالاسهال كما قد يتسبب بمغص بطني وغثيان يحدث المرض بسبب طفيلي ويمكن ان يصاب الشخص بالمرض اذا ابتلع طفيلي الجياردية ويعيش الطفيلي في التربة والطعام والماء كما قد يوجد على الاسطح الملوثة بالفضلات قد تكون اعراض عدوة جياردية خفيفة او شديدة وتشخص بعينات البراز قد تجمع العينات على امتداد بضعة ايام ويمكن ان لا يحتاج الاشخاص والاطفال المصابون باعراض خفيفة او غير المصابين باعراض الى علاج ولكن تعطى الادوية عند الحاجة الى العلاج يمكن تقليل خطورة الاصابة بعدوة جياردية عن طريق الاختسال بعد الاقتراب من حيوانات اليفة او اناس مرضى عدم تناول طعام قد يكون ملوثا عدم شرب مياه غير امنة مزاولة عادات نظافة صحيحة تجنب التعرض البرازي خلال ممارسة الجنس شكرا لاستخدامكم برنامج اكس بلين